تم توقيع على عدد من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء وهي أولاً اتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرفة ثانياً اتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء المرحلة الثانية ثالثاً اتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كيلو متر رابعاً اتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي بلغ 61 كيلو متر تربط محور التنمية بالطريقة الساحرية خامساً اتفاقية مشروع طريق النفق طهبة سادساً اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور المرحلة الثانية سابعاً اتفاقية مشروع طريق الجدي ثامناً اتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم واحد المرحلة الأولى تاسعاً اتفاقية مشروع إنشاء عدد 13 مجمعاً زراعية عاشراً اتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم فيما يلي أولاً تنمية الصادرات لمستثمرين سعوديين ومصريين ثانياً تدريب وتأهيل وتوظيف العمال المصرية في المملكة وخصوصاً في مجال الخدمات الطبية المساندة ثالثاً شركة البحث عن الفرص الاستثمارية في مصر ودراستها والاشتراك فيها وترويجها وإنشاء شركات لها رأس مال مليار جنيه مصرية والتوقيع على محضر اللجنة السعودية المصرية المشتركة وقد تم الإعلان عن تأسيس شركة جسور المحبة المصرية السعودية لتنمية منطقة قناة السويس من قبل مستثمرين سعوديين ومصريين بقيمة ثلاثة مليار جنيه مصري وقد تم تأسيسها في يوم واحد والإعلان عن تطوير ستة كيلو متر من أراضي المنطقة الاقتصادية لإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار وقد تم تأسيسها في يوم واحد